هل يخشل بعض برأيك من تشكيل حكومة أغلبية وطنية؟ يعني كنوا فيها على هامش المشاركة والشراكة فيها برأيك نعم بس أرد يعني تعقبا على ما تفضل بيسال عماد يعني جواب عن هل تعرضت المفوضي لتهديدات؟ نحن كنا نسمع التهديدات في الإعلام باجتياحها ومنهم تابعينكم واحد واحد يعني هذه كانت تظهر بالإعلام وتهديدات يعني شدت أنواع التهديدات كانت سواء شخصية أو يعني بالجملة وبالتبصيل حكومة تعيدك بتهديدات؟ نعم تعيدك بتهديدات؟ يعني هم يعلنوها يعني يعني ما عادت الأمور اللعب الآن على المكشوف يعني من ظهرة النتائج عندك ملومة عن التهديدات شنو؟ هاي لازم نراجع الفيديوهات حتى أنت متعرفة؟ حكومة الأغلبية السياسية طيب أنا أريد معروفة بعيدا عنها أنت تحدثت والمفوضية أني فتاني أريد أرجع الحكومة الأغلبية وتشكيل الحكومة الأغلبية راح تأخذنا برأيك إلى هامش المشاركة والشراكة فيها من البعض؟ أعتقد الآن صار يعني يعني بات من الصعوب الآن الحديث عن الأغلبية السياسية بسبب أن الكتلة الكردية يعني جمعت شتاتها وداخلها إلى بغداد أو إلى المركز بقراء كردي واحد الكتلة السينية أيضا على ذات المنوال اتفقت على أنه تدخل كتلة واحدة بقت الكتلة الشيعية يعني لا تستطيع أن تدخل واحدك فقط لأنك ستشكل أقلية أزاء أغلبية الكتلة التقابلة يعني إذا اعترضنا أن السيد الصدر مع المجموعة اللي معه جماعة الكتلة الصدرية ستبقى الإطار يعني جماعة الإطار ليس بالعدد القليل الشيء الآخر المهم يعني هناك حصل تداخل ما بين الكتل يعني عندما ذهب السيد فالح الفياض مع السيد الخنجر فحصل هناك فد جوين أو فد جسر التقاء ما بين كتلة السيد الخنجر وهي الآن أكثر من 30 مقعد يعني 34 و 35 مقعد وبين جماعات الإطار بمعنى آخر السيد خميس الخنجر كان يميل إلى الإطار السيد الحلبوسي كان مع توجهات السيد الصدر شون تقرأها؟ الآن المعادلة اختلفت هذه جولات شون تقرأها؟ أقرأها أنه هذه الأحزاب تبحث عن دور وتبحث عن استمرار في مساحة السلطة يعني حقيقة وبدأت تصريحاتهم علنية أن الوقت غير متاح الآن لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية في حين هو بالعكس الآن هي خطة مهمة وتأريخية لو تحققت لأنها ستحرر العراق وتحرر العملية السياسية الميتة سريليا حقيقة تحررها من مبدأ المحاصصة سيء الصيد وتحررها من هذا الفساد الذي يطقع على كل شيء في الدولة العراقية